اشتركوا في القناة هنا عندي كوبين من الدقيقة الابيض واثنين ملاعق صغيرة نشاء وشوية ربع ملعقة ملح وكمان ربع ملعقة بكنش بودر وملعقتين كبيرة من الزيت او ممكن السمنة وتفركوا تمام تمام الزيت بالدقيق لازم تفركوا تمام بعد ان تضوفوا ماء دافي او ماء بحرات الغرفة على حسب برودة القو وتعقنوا عقينة متماسكة تكون زي عقينة الخبز انتبهوا تخلوها طرية اذا كانت العقينة طرية بتشرب معاكم زيت شوفوا اني اضيف ماء بالتدريق لكن لازم تكون العقينة متماسكة تعرفوا نفس عقينة ايش نفس عقينة سمبوسة البف او الباف تمام او ممكن تعملوا اذا انتم ما تحبوش تعملوا العقينة تقدروا تستخدموا اللي هو العقينة القاهزة اللي هي عقينة البيف باستري ينفع كمان بخليها بعد ما عقنته بخليها ترتاح يعني كده عشر دقائق ساعة على البان مع مال الكشنة عندي كمية من الزيت كده 3 ملاعق زيت وبصل مفروم ناعم بخليه لما يدبل ويرقع لونه كده ذهبي ويشقر شوية بضيف قزر مقطع مكعبات اني افضل المكعبات وضفت كمان فصولية خضراء اقلبه كده تمام واضيف فصين من الثوم واغطيهم وخليهم يستوي كده عشان يستوي شوية الفصولية تستوي وكمان القزر شوية يستوي تقدروا تستخدموا الفروزن اللي يكون خضار مقمدات جيجي اهزة بالسوبر ماركت بعد ما حسيت ان الفصولية استوات والقزر شوية بضيف عندي دقائق مسلوق او معاكم وصله من صدر الدقائق المشوي يكون معاكم دقائق زايد من الماراق برشتوه وقطعوه كده صغر وحطوه هنا اني كمان ضفت درة انا طبعا صلقت صدر دقائقه واضوفوا هنا اما لكم الاختيار اما تضوفوا ماقي او تضوفوا بديل الماقي البودر او ممكن بودرة ثوم بودرة بصل خلاص واضوفوا الملح وفلفل اسود فقط هذي بهاراته الان غطوا عليها بشوية كده حق دقيقتين عشان كله يتقانس كده الخضار مع الدقائق والبهارات خلاص طفوا عليها الان النار اني طفيت النار كده خليت شوية بعدين اضفت ملعقة كبيرة مايونيز وملعقة كبيرة جوبن سائل ممكن تكتفوه بس بالجوبن السائل بس صدقوني يعطيها طعم روعة ولازم تكون قوام الحشوة نفس هذا القوام زي العقينة كده الى قسمين يعني كأنه كوب كوب وكل قسم بلفه بشكل اسطواني نفس كده وببدأ اقطعه بشكل بعرض صباعين نفس عقينة لما فردنا عقينة المنتو وببدأ اضغط عليها كده بحتنا تعطيني شكل دائري عرفتوا كيف هذا هو التشكيل سهل ويساعد او ممكن تفردوها يعني كامل تقطعها دوائر بس اني احب كده والان عندي بطاطس بقطعها بشكل اصابع شوفوا كيف عرض ما تخلوش الاصابع رفيعة لا يكون يعني نفس هذا العرض شوية سميكة شوية شبه يعني وسط تكون والان ببدأ افرد الدائرة شوفوا ما شاء الله افردها لا هي سميكة ولا هي مرة رفيعة كتير رفيعة لانه اذا رفيعة ممكن تخرج الحشوة واذا خليتوا العقينة ثخينة بيطلع مش حلو كده بيقع ثقيل تمام الان حطوه ملعقة صغيرة من الحشوة وكمان حطوه كده البطاطس شوفوا البطاطس خلوها يبان لازم يبان يعني شوفوا لموها اول لموها ذا البقشة تمام بعد كده حطوا البطاطس واضغطوا عليها بس نصة يكون القزء يبان منه لانه دغطتوها كامل ممكن ما تستويش معاكم البطاطا الا لو كانت بطاطس جاهزة المفرزنة تكون او تكون شبه مقلية او مسلوقة ممكن وكمان اذا حستوها ما تلسقش عادي اعملوا دقيق مع ماء وصمغوها الصمغ يعني وهنا قيبوا تبسيم او مع شرة مرشوش عليها دقيق وحطوها على بال متكملوا كامل زي كأنكم تعملوا السمبوسة شوفوا هنا من قريب كيف الومي كده تمام بعدين احط البطاطس بعضهم يحطوا البطاطس كامل من داخل خلوة طويلة وحطوها من داخل بس مرات قطوكم ما تستويش البطاطا فهدي احسن طريقة خلاص الان كده قهزو تبتوها تمام شوفوا كيف اتبته وهنا كده اسويها طبعا اذا مش مشتركين في القناة اشتركوا في القناة فعلوا قرس الاشعارات وعملوا لي لايك وكومنتس حل منكم كده التعليق اني اقرأ كل التعليقاتكم تمام وخلاص شوفوا هنا ما شاء الله بدت الومي كده تمام تمام وزي ما قلتوكم اذا ما شفتوهاش تلسق البطاطا عادي قيبوا صمغ اللي هو دقيق مع ماء وعملوا الان بقهز خليط التقطية وهو عندي حبتين بيض مع ربع كوب من الحليب نص كوب من الحليب ورشة من الملح لتضيفوش اي بهارات تمام وعندي هذا البقصومات صراحة حق الاسناد ابهرني كأنه كأنه بقصومات ياباني بصراحة كتير عقبني وشفت انه انواع في بالتوابل الايطالية وفيه حار وفيه العادي هذا اللي استخدمته خلاص اول شي لازم شوفو تتبتو تمام البطاطس بالعقينة لانه ممكن اذا مشتابت يفلط معاكم او يطح معاكم بالبيض بعد كده غمصوه بالبيض وبعدين بالبقصومات نفس كأنكم تعملوا برست وعلا طول اخلو بالمعشرة او بالتبسي كده وخلاص بعد ما تخلصوه كامل تمام تغطوه تمام لازم تضغطوه تمام بالبقصومات تغطوه حطوه بالفريزر اول من يقمد خلاص قصموه باكياس وفرزنوه شوفو كيف بعد ما قمد كده خليتو زي كده يقمد بالفريزر بعد ما تماسك تمام وقمد كده وتفرزن خلاص بدت اقصمه باكياس العدد اللي اني حبه ويا حبايب الروح والقلب والفؤاد هذا مش تفريزات لرمضان بس ممكن نقوله بروفا يعني هو بعيد على اني افرزن بس كفكرة اني عطتكم ياها انا عملته عادي للايام العادية خلاص قصمته بكياس وحطوه بالفريزر بعد كده عادي طلعوها من غير ما تفك تقلوها وهي يعني مجمدة كده تقلوها ما تخلواش تدوب ابدا لما تطلو عا من الفريزر على طول قلايا تسخموا الزيت وتقلوه خلاص هنا حطيتها اني بالفريزر وتعالوا الان برويكم هذا اللي يحفظ الزيت عندي دي حافظة الزيت جدا حلوة يعني استخدم الزيت مرتين ثلاثة وخلاص تخلنا الزيت وتعالوا نعمل الصوسات عندي هنا في الفل اخضر في الفل الرومي وكزبرة ونعناع وثوم بضيف له ملح وبخلطه شوية ما وخلطه تمام الان بضيف له ملعقتين زيت الزيت فقط عشان ينحفظ وبضيف كمان ملعقة صغيرة مايونيز او حسب الرغبة وبخلطه تمام الان بضيف صبغة لون اللي هي الاخضر عشان اعطيدي الاخضر اللي الفاتح شوفو زي كيف الان الصوس الثاني عندي قبنا مالحة وعندي شطة وكتشب ورشة من بودرة التوم ورشة من بودرة البصل واكيد شوية ملح اذا يحتاج لانه في قبنا مالحة وماء وطحنه تمام تمام واكيد لا تنسوش ملعقتين الزيت الزيت فقط يخلي الصوس ينحفظ وعندي هنا لون طعام اللي هو صفار الزعفران وخلطوه تمام اذا حسيتو شي ناقص زودو شطة كتشب قبنا مالحة شوفو اش ناقص زيادة ملح زي ما تحبو الصوسات عندي قاهزة وهنا شوفو ما شاء الله طلعت على طول الزيت عندي سخر طلعت على طول من الفريزر افخاد الدقاج على طول طلعت من غير ما تفك او تدوب انتبهو تخلوها تدوب وتفك لازم على طول تطلعوها واول ما يسخن الزيت كأني بطاطا بقلي كأني بطاطس زيت ساخن يكون انزل بالدقاج اول ما انزل بالدقاج خلاص اخلي نار متوسطة مش عالية كتير ولا ناقصة متوسطة وانتبهو تمسكوه خلو ثلاث دقائق بعد ابدأو قلبوه او شوفو لانو دا قلبتوه اول ما تحطوه بتفكك معاكم الغلاف مع اي نوع بروست بروست او اي نوع مقليات فيها غلاف لا تمسكوه اول ما ينحط بالزيت ولا تقلبوه بعد ثلاث دقائق بعد دقائق عادي يقلبوه وخلاص شوفوه توصل لللون اللي انتم حابين اللون الدهبي خلاص صفوه من الزيت ما شاء الله مقرمش وليديد اني ما بعطيكمش وصفة الا اني متأكدة مش مية بالمية الا مليون بالمية انه من الد الوصفات وهذه طريقة امي الله يرحمي ويغفر لي عقينة امي من غير نشاء بس تعمله دقيق وملح وماء صراحة لكن اني ضفت للنشاء وده تعرفوا مع يعني الواحد كيف يكون بعد التطور يعني اضافة النشاء عقبتني قرمشتين زي كده وكمان الحشوة حق امي الله يرحمي ويغفر لي لا تنسوش امي من دعاكم والله يرحم موتنا اجمعين يا رب كده الصوص قربوا الصوص الصوص الشتني كده يعني طعمه رهيب والصوص كمان هذا الاصفر طعمه روعة وكمان الصوصات انتم تقدرو تبدعوا فيها مثلا الصوص الاصفر اللي عملته مرة اضيف له في الفيل حامي يعني اخليه اكسترا حار زي ما تحبوا انتم ابدعوا بالصوصات كل مرة ضوفوا اضافة ممكن تضوفوا قبنة سائلة بدل قبنة المالحة او وقم المثلتات زي ما تحبوا كل اضافات هذي زي ما تحبوها قربوا هذه الطريقة قده روعة بالعافية ليو لكم اذا عقبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايك وكومنس حلو منكم اشتركوا في القناة